السلام عليكم أخوتي أتمنى أن تكونوا بألف خير في هذا الفيديو سأعلم على الجديد ياسين بونو عز الدين أوناحي وسليم أملاح سأوضح بعض المعلومات المغلوطة التي انتشرت على أملاح في الساعات الأخيرة وهذا سيكون باختصار كيف العادة والبداية ستكون مع سليم أملاح التي خرجت أخبار عليه في بعض الصفحات والمفادة للأخبار هي أن نادي توتن هام مهتم بسليم أملاح وهذا بطبيعة الحال غالط وغير تغالطه لهم الأسماء لأن النادي الإنجليزي المهتم بسليم أملاح هو نادي نوتينغ هام فوريست وهو نادي توتن هام هستبيرغ كيف ممنتاشر وهذه الصحيفة البريطانية ديليمي بحيث يدروا واحد المقال وهدروا فعل سليم أملاح وأكدوا بنادي نوتينغ هام هو بغي سليم أملاح بحاله بحال نادي فالنسيا الإسباني ديليمي هدرت في هذا المقال وقالت بأن سليم أملاح سوق رأسه في المنظيال بشكل جيد بحيث تشاركت قريباً في جول المباراة وعلى ذكر نادي نوتينغ هام فوريست سوف يعمل مباراة مع تشيلسي وكان تصرح جراهام بوتر في الندوة الصحفية الخاصة في هذه المباراة من الذي يسوله على الوضع اللاعبين الذين راجعون من المنظيال وهناك يقصد زياش وماتيو كوبازيت وكان الجواب جراهام هو أن اللاعبين بجوج جاهزين المباراة ويكونوا حاضرين ولكن عندما أذكر التفاصيل لم يقال أن زياش سيكون أساسي أو سيعتمد عليه كبادل أو لا سيعتمد عليه بالنسبة للناس الذين يريد أن نتفرجوا لماذا سيكون ملعوب غداً مع الخمسة ونص نمشي وعند ياسين بونو كما أصبحت فيديوهات سابقة أن النادي المانشي سر يونيتد والبايرم يونيخ مهتمين بالتعاقد مع ياسين بونو وهذا الشيء الذي أكدته الصحيفة تأكدته اليوم بحيث تأكدت أن الناديين بجوج بدون مناقشات تطينق أو سيل المفاوضات مع ممثلي اللاعب وهناك يقصدوا الواكيل وإدارة النادي إشبيليا وكذلك أكدت الصحيفة أن النادي الألماني بايرم يونيخ يرى ياسين بونو كبادل ميتالي للحارس المصاب مانويل نوير وفي المقالهم قالوا أن المانشيستر يونيتد بدل مناقشات ولكن لقياس درجة الحرارة يعني يريد أن يعرفوا حل ساوي اللاعب وكذلك ذكروا أن المانشيستر يونيتد باقي في مناقشات وباقي في مفاوضات مع الحارس ديفيد داخية لكي يمدد معهم العقد أما الباير فرد تقلب على الحارس الأول وذكرت الصحيفة كيف سبق لي وقلت لكم أن الباير ترى ياسين بونو هو الحارس الميتالي لهذا المركز يعني يكون الحارس الأول لنادي البايرم يونيخ والشخصية نتشيل كنت منه وانتو ماش من نادي كيبال يكون في ياسين بونو نمشي العز الدين أونحي والذي خرج عليه أخبار من صحف فرنسية وصحف مغربي والمفاد الخبر هو أن نادي الليستر سيتي هو أول نادي يقدم عرضا لنادي أونجي بخصوص عز الدين أونحي والقيمة العرض كانت هي 20 مليون يورو زائد 10 مليون يورو بحالة ما تأهل الليستر سيتي إلى دور أبطال أوروبا وبنسبة لنادي نابول الإيطالي رأنا نرى الأخبار لخرجات الجوى السفر لمنع اللاعب المغربي والقانون الإيطاليا من هذا الناحي الأساس أنه تحجم التحسمات وكيف ديما سنوفيكم بكل جديد المحترفين المغاربة إذا نتشيلي كاين كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس صلوا على رسول الله استودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا وتفائلوا خيرا تجدوا